هناك العديد من التأويلات حول رؤية سورة الفاتحة والإخلاص في المنامي نبينها على النحو الآتي رؤية قراءة سورة الإخلاص قد تدل على التزام الرأي بطريق التوحيد ومن المحتمل أن تدل قراءة سورة الإخلاص على تجنب الرأي لكل بدعة وضلالة أما قراءة سورة الفاتحة في المنامي قد تدل على تسهيل ما يواجه الرأي من صعاب ومن المحتمل أن تدل قراءة سورة الفاتحة في المنامي على حصول الخير للرأي إن شاء الله ورؤية سورة الفاتحة قد تدل على توفيق الله تعالى للرأي كما تدل رؤية قراءة سورة الفاتحة على حج الرأي وربما يدعو بدعاء فيستجاب له إن شاء الله وتدل أيضا رؤية قراءة سورة الفاتحة في المنامي على قضاء حوائج الرأي لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اشتركوا في القناة